السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض فكرة من غطى بلاستيك. سواء الشكل ده او الشكل المدور. كمان هنستخدم مع بعض سبري ده فضي او اي لون حسب ما تحبي. وده كانستاند عندي للورد. ده جزء منه بعد ما اتكسر. فقررت ان مرموش يعني. هنستخدمه معاكم. ده شرائط بلاستيك بتجيبيها من عند محلات البهيات. بس انا مش متذكرة يا صراحة اسمها. اول حاجة هنعملها مع بعض. هنعمل فتحات في جوانب الغطى. كمان هنعمل فتحات في الجزء ده. عملنا هنا الفتحات. وكمان هنا في الجوانب. دلوقتي هنرش اللي اتنين. هنرج الرش كويس. هنبتدى نرش. هنا بعد ما الرش نشف. هنجيب الشرايط دي. هندخلها في الفتحات الغطى. عشان نسبت بيها الغطى على الستاند. وطبعا مش كل الناس عندها الستاند ده. فالبديل ليه يا اما كاس شكله كويس وشكله حلو. يا اما لو ما عندكيش حاجة خالص بتستخدمي الجزء الاول من ازاستيكولور بتقصيه وترشيه وتستخدميه. كبديل للستاند. احنا هنا سبتنا الجزء مع بعض. بعد كده هنستخدم الخرص ده. في هنلزقه هنا في الفتحات بتاعة الستاند. التزين ده حسب ما تحبي. نستخدم مع بعض الكريستالات دي. الكبيرة دي هنحطها في الزوايا. والصغيرة في الجوانب. هو طبعا مش كل الناس عندها الكريستالات دي. فالبديل لها الاي عقدة عندك انت مش عايزاه تستخدميه. او لو خرص هتجمعيه مع بعضه وبرضه تستخدميه في الجوانب. هيبقى شكله كويس. هتبقى بالشكل ده. هنا بعد ما خلصنا كل الجوانب. بقت بالشكل ده. هنستخدم الشريط الفضي ده. هنلزقه على الجوانب بتاعة الغطى. الشكل ده هنستخدمه. احنا هنا خلصنا لازق الشريط على الجوانب كلها. بعد كده هنخط الطبق ده فوقي. فوق الغطى. الطبق بيبقى حسب شكل الغطى. هنستخدم جزء من الشريط. هنعمل بيه فيونكا. هنزين بيها الطبق. الطبق ده احنا استخدمناه عشان خطر تستخدميه. ما يبقاش مجرد شكل للدكور. تستخدميه في كل مناسباتك. هنلزق الفيونكا. هنلزق الاستراص ده عليها. بقى بالشكل ده. وده شكله لما خلص. ياريت اللي عجب الفيديو ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة.